لعبت دولة قطر دورا مهما في المصالحة بين السياسيين العسكريين والحكومة الكادية وباعتبارها وسيطا في اتفاقية السلام بالدوحة كان لها تمثيل كبير في مناسبة افتتاح فعاليات الحوار الوطني الشامل والسيادي حيث قدم وفد برئاسة مستشار أمير دولة قطر في الأمن القومي السيد محمد بن أحمد عبدالله المسند إلى كاد وبعد مشاركتهم إلى جانب رئيس الجمهورية في تدشين تمثال السلام والتسامح والمصالحة استقبلهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد دريس دبيت نو بمباني قصر الخامس عشر من يناير حيث قدم شكره باسم شات حكومة وشعبا لدولة قطر على وقوفها مع البلاد في هذه المرحلة وأكد لهم فخامت رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد دريس دبيت نو سيادية الحوار وقابلية تنفيذ القرارات التي ستصدر عنه مشاركة الوفد القطري في افتتاح أعمال الحوار تجسد اهتمام قطر في تعزيز السلام والتسامح ومتابعة تعهداتها في اتفاقية الدوحة للسلام